اشتركوا في القناة 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 قلناه ليلة البارحة والآتي قلنا عالم من علماء الشيعة قال عن ميزان الآخرة الآتي بالدقة ان الله يقيس اعمال عباده بامره ونهيه فمن جاءت افعاله على وثق اوامر الله وتروكه على وثق نهيه فهو ممن ثقلت موازينه وإلا فهو من الذين خفت قلت بعدين يذكر كلام بالامام الصادق عليه السلام انه سئل عن موازين القصد فقال امي الأمة فعلق قال اي احكام الله التي يبلغه الانبياء والأمة هذا رأيون البارحة ذكرنا وانتهينا مننا صاحب الميزان قال هكذا ان الوزن الذي توزن به الاعمال هو الحق فبقدر اجتمال العمل على الحق يكون له اعتبار وقيمة وثقل والسيئات باطلة فليس لها ثقل والوزن يومئذ الحق قلنا يعني العمل اذا طابق الحق يكون الى ثقل ما طابق الحق ما يكون الى ثقل تجلي وظهور الحق هو امير المؤمنين عليه السلام حيث ان النبي قال فيه في كتب الخاص والعام علي مع الحق والحق مع علي ثم ان القرآن الكريم ايضا اثبت هذه الحقيقة يعني الحق هو النذر سواء كانوا انبياء ولا ائمة او حجج ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق شنو الحق بينه يعني اجلى مصاديقه بينه في آية اخرى كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير والنذير عنوان يطلق على النبي تار على الامام اخرى على الحج الالهي كما اطلق على الزهراء في تفسير آل البيت لقوله انها لا احدى الكبر نذيرا للبشر هذا البارحام كله بينا بعدين جبنا قول الامام عليه السلام الصادق ان ميزان الحق والقصط والعدل يوم القيامة هم الانبياء والاوصياء ورد في زيارة امير المؤمنين عليه السلام انه ميزان الاعمال وانتهينا من كل ذلك طبعا انتهينا من كل ذلك بقى شيء اريد اقوله صاحب كتاب الالهيات بالمجلد الرابع من الالهيات هكذا يقول اكو قطعة من كلامه اشوفها مهمة خلوني اقولكم اياها يقول واعلم انه سبحانه لم يترك الانسان سدى في صفحة 266 يعني الالهيات جزء اربعة صفحة 266 يقول واعلم انه سبحانه لم يترك الانسان سدى بل جعل لتشخيص صحة عقائده واخلاقه واعماله موازين مثل شنو هاي الموازين كالكتاب والسنة والعقل قال الامام الباقر عليه السلام لأحد اصحابه اعرض اعرض نفسك على ما في كتاب الله فان كنت سالكا سبيله زاهدا في تزهيده راغبا في ترغيبه خائفا من تخويفه فاثبت او فاثبت وابشر فانه لا يضرك ما قيل فيك ان كنت مبائنا للقرآن فماذا الذي يغرك من نفسك وعلى ضوء هذا فالقرآن ميزان كما ان النبي ميزان والامام المعصوم ميزان فلا غروة من ان نزور عليا ونقول السلام على يعسوب الايمان وميزان الاعمال وسيف ذي الجلال مستدرك الوسائل جزء اثنين هاي الزيارة واردة مستدرك الوسائل جزء اثنين صفحة 197 هاي هم شفت هم ضروري اقول لأهميته في الواقع زين اش بقعدنا بقعدنا المحطة الاتية والاخيرة في بحث الميزان حتى ننتقل الى محطة الصراط وهي محطة مهمة جدا متقل اهمية عن الميزان في الواقع اللم تكن اهم لمن الموازين يوم القيامة خوش عنوان يوم وخوش عنوان كلش خوش عنوان الموازين لمن يوم القيامة من اللي يزينون اعماله توزن اعماله من الذي توزن اعماله يوم القيامة لمن الموازين في يوم القيامة واحد خلوها ببالكم واحد للذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئ سيئا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا هذا بالنتيجة كون توزن أعماله توزن توزن أعماله فنشوف يعني يكون معلوم طبعا هو عند الله معلوم بس يظهر يظهر كون يظهر أنه كفت حسناته تثقل يوسيئاته باعتبار هو خليط من عمل صالح وعمل سيئ فهذا لابد أن يقف في عرصة الميزان وتوزن أعماله في الواقع نقطر السطر بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا هذا هذا القسم الأول اللي شمل الميزان يوم القيامة فتوزن أعماله بشنو توزن أعماله من خلال جعل أعماله أمام الحجة الإلهية فما وافق من أعماله أعمال الحجة الإلهي قبل وما خالفه رفض زين الموافقة هم اشقد وافق كمّن ونوعا وكيفا اشقد نسبة الموافقة واحد بالمية ثنين ثلاثة عشرة عشرين كل شي بحسابه كل شي بحسابه يعني أنا ولهذا أطلب من الأخوة والأخوات أن يلتفتوا إلى هذا الأمر الدقيق حقيقة مسألة موسهلة يعني فيتضح من خلال ذلك من أهل الجنة ومن أهل النار وإذا هو من أهل الجنة من أي درجة من أهل الجنة وإذا هو من أهل النار من أي دركة أو دركة من أهل النار هذا كل يتبين من خلال الميزان وبموافقة أعماله كمّن وكيفا للحج الإلهي أو بمخالفتها له في الواقع وعلى أساس ذلك ينحسم كل شيء الله يرحمنا وإياكم بالنبي وآله زين اثنين أهل التقوى والجنة همكون يجون إلى عرزة الميزان وتوزن أعمالهم أهل التقوى نعم أهل التقوى توزن أعمالهم أهل الجنة نعم توزن أعمالهم ليش حتى تبين درجتهم بالجنة ونضع الموازين القصط ليوم القيامة ومن خلال موازين القصط تبين درجات أهل الجنة أنت من يا درجة جنة لمن خاف مقام ربه جنتان جنات تجري جنتي طبعا جنتي لأهلها وعطيت للحسين عليه السلام ومن هو على شاكلته هذه جنة خاصة سعة الجنة خيراتها شنو أنهارها شنو مايها شنو مخلوط بكافور بزنجبيل صرف من عين تسنيم سقاهم ربهم هذا كله كون يبين القسم الثالث اللي يخضع للميزان يوم القيامة الكافرون العفو طبعا الكافرون هكذا يقول عنهم القرآن الكريم والذين كفروا أعمالهم كسراب كسراب بقيعة يعني أنا أقول له نعدل العنوان لمن الموازين في يوم القيامة وأيضا من اللي ما توزن أعماله يوم القيامة أو ما يخضع للوزن يوم القيامة بتعبير عدق هتش خليصير اللي توزن أعمالهم اللي خلطوا عملا صالحا وآخرا سيا اثنين حتى يظهر منه الأكثر هاي الكفة يوذيك اثنين أصحاب الجنة توزن أعمالهم حتى تعرف درجاتهم في الجنة ثلاثة اللي ما عنده أعمال حتى توزن يوم القيامة أعمال ما عنده حتى توزن من هو الكافر وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيْعَةٍ آية أخرى وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْفُورًا آية طبعاً إذا صار هباء منثور بعد شنو يعني شنو محل الوزن من الإعراب يوم القيامة شنو محل بالإعراب الوزن يوم القيامة هو أعماله صارت هباء منثورة هذا بين قوسي اللي يعبر عنه القرآن الكريم عندي حبط الأعمال إذا ماكو إيمان ماكو إسلام يحصل إذا سوى بعض الأعمال الجيدة يحصل ثمرتها ونتيجتها بالدنيا من خلال الحالة المادية من خلال السمعة الطيبة من خلال الذكر الحسن من خلال من خلال يأخذ جزاء في الدنيا شوفوا أخواني خلي أقولكم قضية التفتولي زاكم الله خير في الثقافة الدينية ما يقبل العمل إلا بحسن فعلي وحسن فاعلي يقبل العمل ما أدري أنا هذا هذا ما محضر لبس أقدر أرتجل ذاكر بعض الأمور في أوراق ما أدري الآن أقدر أحصل ما أقدر أحصل ما أعرف خلوني أقولكم شي حصلت العمل يقبل في ثقافة الإسلام إذا امتاز بالحسن الفعلي يعني هو العمل بحذ ذات حسن والحسن الفاعلي إلي سوي هذا العمل همكون بنية حسنة وهو على الإيمان يقبل مننا العمل حسن فعلي وحسن فاعلي بعض الأحيان يكون الفعل حسن بس صاحبه مو حسن فيحصل على نتيجة عمله الحسن في الدنيا لكن بالآخرة ما عنده شيء ما أدري واضح الكلام زين طبعا رب العالمين هكذا يقول وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا هو عنده تقوى الله وعمل جيد يجتمع الحسن الفعلي مع الحسن الفاعلي عمل يكون مقبول وينال جزاء أعلي في الدنيا وفي الآخرة مبينة رب العالمين الأخياري وفيهم أجورهم في الدنيا والآخرة بمراحل أربعة مو قلنا يوم ما قلنا قبل كم ليلات وهناك بالمقابل أصحاب فعل حسن بس الفاعل مو حسن مشكلة بحص الجزاء بالدنيا بالآخرة ما عنده شي وهناك صاحب شنو فعل قبيح والفاعل هم قبيح هذا بعد مأساة لا دنيا ولا آخرة هذا بعد مأساة لا دنيا ولا آخرة زين بالنتيجة هذا اللي هو الفعل قبيح وفاعل قبيح رب العالمين هتش يعبر بالأخسرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ها 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 سواء كان فعل حسن ابتكر لفشي فاد الناس لكن ما عنده إيمان أكو مشكلة بالفاعل مو بالفعل يحصل جزاء بالدنيا رب العالمين عادل بالآخرة ما عنده شيء ولهذا يقول لا نقيم لهم وزنا يوم القيامة ما على وزن لأنه صار هباء منثور زين أما إذا كان الفعل قبيح وفاعله كذلك فالمصيبة أعظم في الواقع زين هذا هم انتهينا مننا لمن الموازين في يوم القيامة صارت الموازين للذين خلطوا الموازين لأهل الجنة لأجل درجاتهم أما الذين كفروا فلا وزن لهم لأن أعمال ما عندهم حتى توزن سالبة بانتفاء الموضوع كما يعبرون بقي شيء أخير أقوله شن هو الشيء الأخير شن اللي يثقل الميزان أكو أعمال تثقل الميزان يوم القيامة يوم ماكو يابا هذا الميزان حتى يثقل بالحسنات وصاحب يدخل للجنة من بعد ما يثقل أكو أعمال تخلي الميزان يثقل يوم ماكو بالروايات الشريفة بالنصوص الدينية أكو أعمال يوم ماكو بالنصوص الدينية نعم أكو أعمال شنو مثلا الأعمال ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق الرواية موجودة في مصادر عديدة ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق يقول رسول الله صلى الله عليه وآله حسن الخلق بالبيت حسن الخلق بالشارع حسن الخلق بالمدرسة حسن الخلق بالجامعة حسن الخلق ويا الأصدقاء حسن الخلق هلو مجر طبعا عنوان حسن الخلق إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق عنوان حسن الخلق رحمة يتسع لكل مكارم الأخلاق أوه يعني إذا تريد تتكلم بحسن الخلق بأي مجال هاي الراد لك أشهر أنت هم تكون السولف تجيب مكارم الأخلاق كلها وتخليها نانا الأخلاق الحسنة اتثقل الميزان يا جماعة عد الأخلاقك رتب أخلاقك بتواضعك بسماحتك بعفوك بكضمك بكرمك ببقية موارد بصدقك بتواضعك وهكذا الأخلاق الحسنة اتثقل الميزان يا عمي الأخلاق الحسنة اتثقل الميزان وأن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة مثلا عن رسول الله أو عن الإمام الباقر والصادق عليهم السلام ما في الميزان شيء الله واي حلوة هاي الرواية وعن الإمامين الباقرين الصادقين سلام الله عليهما أصول الكافي جزء اثنين الرواية صفحة 494 باب الصلاة على النبي حديث 15 وأيضا في بحار الأنوار جزء 9 صفحة 56 حق 31 شبيه هذا الحديث أو الرواية عن الإمام الباقر والإمام الصادق أو الإمام الصادق السعن أحده ما خل نقول ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد وأن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به فيخرج صلى الله عليه وآله فيخرج صلى الله عليه وآله الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فيرجح به أيضا في بعض الروايات كما بالكافي الشريف إن بعض الأذكار مثل الحمد لله سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله تملأ ميزان العمل يوم القيامة ما ذري واضحي ولا زين وهكذا وهكذا هذا هم في الواقع محطة ما يثقل الميزان يوم القيامة الصلاة على النبي وآله حسن الخلق وهكذا زين آخر شيء أقوله ببحث الميزان حتى ننتقل للصراط آخر شيء أقوله هذا آخر شيء أقوله في بحث الميزان حتى ننتقل للصراط هذا أمامكم أيها الأحبة كتاب شواهد التنزيل تشوفوا للحافظ الكبير كما مكتوب أمامي عبيد الله ابن عبد الله ابن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني الحذاء الحنفي النيسابوري من أعلام القرن الخامس الهجري من أعلام القرن الخامس الهجري ما ذري واضح الكلام يوم واضح طبعا هذا يعني الحسكان الحاكم للمسلمين اللي يستمعون إليه خاف ما يعرفوا عرفه السيوطي قال شيخ متقن ذو عناية تامة بعلم الحديث عمر وعلى أسناده أو أسناده وصنف في الأبواب وجمعه كذا 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 إلى آخره وقال عنه الذهبي طبقه 14 تحت الرقم 1032 من كتاب تذكرة الحفاظ جزء 4 صفحة 390 طبعة الهند تحت الرقم 30 وفي طبعة مصر جزء 3 صفحة 120 الحسكاني القاضي المحدث أبو القاسم عبيد الله بن كذا كذا النيسابوري الحنفي الحاكم ويعرف بابن الحذاء شيخ متقن ذو عناية تامة بعلم الحديث وهو من ذرية الأمير عبد الله بن عامر بن كريز الذي افتتح خراسان زمن عثمان وكان معمرا عالي الإسناد صنف وجمع وحدث عن جده وابن أبي الحسن العلوي وكان ينزل واختص بصحبة فلان وما زال يسمع وقد أكثر عنه وإلى آخره هذا ما قاله الذهبي عنه وتعرفون من هو الذهبي عند غيرنا الحسكاني الحاكم في شواهد التنزيل جزء ثلاثة طبعا هو كل مجلدات الحاكم خاليها بهذا المجلد يعني كل أجزاء شواهد التنزيل جامعيها بمجلد واحد هذا المجلد اللي عندي في الواقع بجزئه الثاني بجزئه الثاني صفحة 367 يعني شواهد التنزيل جزء ثنيا صفحة 367 367 في قوله تعالى هذه 367 في قوله فأما من ثقلت موازينه ها يعني ببحثنا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية حدثنا كذا عن أبي صالح عن ابن عباس قال أول من يرجح كفة حسناته في الميزان يوم القيامة علي بن أبي طالب أول من يرجح ميزانه بالحسنات علي بن أبي طالب وذلك إن ميزانه لا يكون فيه إلا الحسنات ويبقى كفة السيئات فارغة لا سيئة فيها لأنه لم يعص الله طرفة عين فذلك قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية أي في عيشة في جنة قد رضي عيشه فيها قد رضي عيشه فيها أمير المؤمنين عليه السلام فيقول قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه راضي أمير المؤمنين عليه السلام لأنه بعرصات القيامة أول من ترجح كفة حسناته وكفة السيئات ما بيها ولا سيئة واحدة كما ينقض الحاكم الحسكاني النيسابور الحنفي عن ابن عباس وانتهينا من بحث الميزان بكل فصوله لننتقل إلى محطة جديدة من محطات أو عرصة جديدة من عرصات بحث المعاد وهي الصراط جيد الصراط كتعريف يقول صاحب التحقيق في المجلد السادس من تحقيقه لكلمات القرآن صفحة 276 الآتي يقول الصراط هو الطريق الواضح الواسع ماديا أو معنويا الصراط في اللغة العربية هو الطريق الواضح الواضح الواسع هم واضح هم واسع سواء كان هذا الطريق مادي يو شنو يو معنوي فهو واضح وواسع بعدين يقول ثم إن الصراط الحق هو صراط الذي ينتهي إلى السعادة ومعه الكمال ويجيب آية إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط إلى آخره فعرف الصراط بأنه إجراء برنامج العبودية بمراتبها وإلى آخر كلامه حس المهم من كلامه أن الصراط هو شنو هو الطريق سواء كان مادي أو معنوي واضح وواسع مزيزين الخلاصة هذا تعريف الصراط الصراط هو الطريق والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يعني إلى طريق واضح وواسع الله يهدي الناس إليه في الواقع مزيزين حس السراط واسع واضح أما السبيل فهو الطريق السهل الممتد لأن أكو تقارب بأن صراط وسبيل وأكو أوجه فرق بين الصراط والسبيل في ثقافة القرآن الكريم يعني أكو أوجه اشتراك وأكو أوجه امتاز بها الصراط على السبيل في الثقافة القرآنية يعني لما تجمع آيات الصراط وآيات السبيل تشوف أكو تقارب من جهة وأكو أمور امتاز بها الصراط على السبيل من جهة أخرى إذا جمعنا آيات الصراط وآيات السبيل وأجرينا مقارنة بينهما في الواقع هاي خلاصة الحجي نظل نطول بي ونجرجر بالكلام هاي الخلاصة بينكم بها الشكل هذا وقد أطلق قرآنيا الصراط على طريق الجحيم حتى فقال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم بعدين يقول فاهدوهم إلى صراط الجحيم يعني طريق الجحيم أستاذ قل لي قبل شوية قلت آيات الصراط والسبيل يشتركان ويقتربان من جهة ويفترق أحدهما عن الآخر ويمتاز بخصائص من جهة أخرى تقدرت بيننا ذلك يوم تقدر إيه أقدر أقدر فأقدر أخلي عنوان الصراط والسبيل في ثقافة القرآن الكريم طبعا ما يجمع بينهما أنه الصراط طريق وهكذا السبيل ذاك واضح وواسع وهذا ممتد كما ورد في تعريفه في الواقع وسهل فمن هذه الحيثية أكو تقارب بين الصراط والسبيل ولكن إذا دققنا في آياتهما هم الصراط هم السبيل نلقى الصراط افترق عن السبيل في موارد وللصراط امتياز على السبيل في هذه الموارد شنو هاي الموارد سجل يمك واحد قبل لا نجي إلى هو شنو الصراط وشنو القرآن استعمله وشنو أقسامه والصراط في الآخرة شنو هذا كلهم سنأتيه مفصلا إن شاء الله تعالى بس بعد ما رح أكون أتكلم بشكل مفصل كالذي مر لأنه الوقت بدأ ياخدنا من جيد المورد الأول اللي القرآن يفرق بي بين الصراط والسبيل هو أن الصراط في القرآن الكريم لم يذكر إلا بكونه واحدا فلم يثنى ولم يجمع أما السبيل فذكر على أنه متعدد في الواقع ماذا لي واضح يا ولا شلون ذكر على أنه متعدد لنهدينهم سبولنا الذين جاهدوا فينا جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا مو سبيلنا سبولنا فالسبيل متعدد أما بالقرآن أكو سرطنا مثلا سرطنا أكو أو سنهديهما سراطين مثلا أكو السراط واحد أما السبيل ذكر بكونه متعددا في الواقع أو مثلا سبول السلام كما يعبر القرآن سبول أما سرط ما عندنا سبول أكو أما السراط واحد حسنا ليش أبين ليش أبين ولهذا فالنجاة منحصرة بصراط واحد أما سبول السلامة المتعددة فإن طرق النجاة متعددة وكثيرة طبعا من أقول الصراط واحد واحد هذا ما يمنع من أن تكون مصاديق هذا الصراط متعددة يعني أمير كما سيدي لا أريد استبق المعلومات ترتيب البحث لا أريد أخربه يعني مثل أمير المؤمنين صراط الحسن صراط الحسين صراط هو كل واحد وإن تعددت قوابله بس هو في أصله واحد ولهذا كلنا نور واحد مثلا الناس من شجر شتى وأنا وعلي من شجرة واحدة أولنا آخرنا أوسطنا كلنا حديثي حديث أبي وحديث أبي عن أبيه كذا وكذا وهكذا خلقكم الله أنوارا فجعلكم وهكذا اللي شك بآخرنا كمن شك بأولنا وهكذا زين دليل هذه الخصيصة للصراط إضافته إلى الله السبيل لم يضف القرآن الكريم إلى الله الصراط أضيف إلى الله والله تعالى واحد ولهذا الصراط هم واحد ودليل هذه الخصيصة للصراط إضافة الصراط إلى الله مرض وهذا صراط ربك مستقيما كما ورد في القرآن الكريم وهذا صراط ربك والله تعملا واحد ولهذا الصراط في القرآن بقي واحد بأنه أضيف إلى الله تعالى أما السبيل متعدد على مستوى سبيل الرشد إلى سبيل الغي إلى سبيل الضاغوت إلى 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 آخرية علما أن سبيل الله تعالى يأخذ إلى الصراط المستقيم وسبيل غيره يأخذك إلى شفا جرف نهار ويتبع القرآن الكريم قال عن مثلا ليتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا كما يعبر القرآن جيد هذا فارق أول بين الصراط في الثقافة القرآنية وبين السبيل ما أدري قدرت أوصل معلومة يوم ما قدرت من جهة وبقيت محافظ على متابعة الأحبة من جهة أخرى يولا احنا مع المنبر أقدر أسيطر على الجمهور وعلى الناس بس لما أتكلم مع الناس من خلال كاميرا بعدانا ما أشوف الناس فما أدري متفاعلين ما متفاعلين البحث جميل البحث مو جميل هذا بعد ما أدري الحقيقة معروف زين القرآن الكريم خلي أبدي بالخصوصية الثانية اللي يتفرق بين الصراط والسبيل في الثقافة القرآنية القرآن الكريم لم ينسب الصراط إلا إلى نفسه عدا ما ورد في قوله صراط الذين أنعمت عليهم رح نجيها من هم الذين أنعم الله وعليهم اللي الصراط صراطهم بل هم الصراط القرآن الكريم لم ينسب الصراط إلا إلى نفسه عدا ما ورد في قوله صراط الذين شنو أنعمت عليهم فنسب لهم الصراط أما السبيل فنسب بآيات عديدة إلى غيره في الواقع أما الصراط مرة واحدة السبيل مرات متعددة مثلا هذه سبيلي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني واتبع سبيل من أناب سبيل المؤمنين سبل السلام سبلنا وغير ذلك أما الصراط مرة واحدة أضيف إلى غيره في الواقع مرة واحدة صراط الذين أنعمت أما بقية الموارد ما صار هذا الشيء لكن مع السبيل لا صار كثيرا المورد الثالث لم ترد في القرآن آية واحدة لم ترد آية واحدة في القرآن تقول بأن الله تعالى على السبيل لم ترد آية في القرآن واحدة تقول بأن الله تعالى على السبيل أبدا أبدا ولكن ورد في القرآن الكريم بأن الله على الصراط المستقيم وهذا يميز الصراط عن السبيل في الواقع دلتفتولي أيها الأحبة هذه دقائق مهمة بين السبيل والصراط وإن تقاربا بحيثية لكنهما افترقا بحيثيات أخرى لما تقارن بين آياتهما في القرآن الكريم لم يرد في السبيل ولا لمرة واحدة بأن الله على السبيل لم يرد في القرآن عن السبيل ذلك لكن في الصراط ورد إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم أما إن ربي على سبيل هذا لم يرد في القرآن الكريم وهذا ما يميز الصراط ويخليه لخصوصية على السبيل طبعا لعلمي لإخوة والأخوات بحث السبيل بكل آياته باستقراء تام كامل شامل كامل لكل آياته موجود في موسوعة المطالب العالية في الخطبة الفاطمية اللي تمت طباعتها ولله الحمد بس ننتظر الحدود تنفتح بالعراق حتى تدخل للعراق يعني نزلها بالسوق سوق الكتب في النجف الأشرف يعني بسوق الأحواش وإلا كطباعة تم طباعة المطالب العالية في الخطبة الفاطمية بحث السبيل مفصلا موجود في المطالب العالية بكل آياته فكتاب المعاد إذن طبع مرة ثانية إن شاء الله تعالى مع الموارد الضفناها إلى راح يكون بيها بحث السراط كامل والمطالب العالية راح يكون بيها بحث السبيل كامل إذا تجرون مقارنة بين آيات السبيل وبين آيات السراط راح تكتشفون هذه الخصائص للصراط دون السبيل في الواقع جزي الأمر الرابع أو المورد الرابع الهيمنة على السبيل الهيمنة على السبيل فللصراط هيمنة على السبود الإلهية شلون يعني هيمنة ده خلي أوضح لك خلي أوضح لك أرجوك التبهلي والتفتلي ولا تتعب مني عدنا نهر كبير مثلا خلي عبر نهر أو تريد تقول بحر بس أنا أريد أقول نهر باعتبار السواقي عادة أن تجي على النهر عدنا نهر كبير 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 شلون يزرعون غير يفتحون شنو سواقي ممرات الآن يعبرون عنها ممرات مائية من خلالها ينفذ الماء الممرات المائية سبل النهر العظيم صراط الصراط له هيمنة على السبل السبل في نهاية المطاف لما تبشي بيها طبعا السبل بالجانب الإيجابي لما تبشي بيها توصلت للنهر العظيم اللي هو الصراط إذا أريد أوضح العلاقة بين السبل بجانبها الإيجابي والصراط فأوضحها من خلال هذا المثال حتى هنا نسى ما دام نهر عظيم وسبول وأكو رواية حلوة بالكافي الشريف هذه الموسوعة اللي أشرت لها أول البارحة البارحة ما أدري تبيين الكافي في مرآة العقول والوافي مرآة العقول للمجلسي والوافي للفيض في شرحيهما على كتاب الكافي للشيخ الكليني رحمه الله المجلد الثالث كتاب التوحيد والحجة صفحة 389 حلوة هذه الرواية رواية تحت باب لليد القاهب الكافي باب أن الأئمة عليهم السلام ورثة العلم يرث بعضهم بعضا العلم الرواية عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال إذا أحبوا ياهي قال قال أبو جعفر الإمام الباقر يمصون الثماد يمصون الثماد ويدعون النهر العظيم قيل له وما النهر العظيم قال رسول الله والعلم الذي أعطاه الله يدورون منا ومنا ويتركون النهر الأصلي شوفوا إخواني العلامة المجلس يقول يمصون من باب والمص هو الشرب بالجذب كما يفعل الرضيع والضمير المخالفين والضمير منهم واللي يمصون المخالفون لأهل البيت الثماد شنو يقول الثماد الماء القليل الذي لا مادة له حتى ما متصل بالنهر شنسميها بركة ما الماء هاي ماء قليل تبقى وماكو ماء مدهة بمرور الأيام يصير الماء شنو يصير الماء برائحة نتنة يصير الماء متعفين يصير الماء غير صالح للشرب ولا للغسل ولا للكذاو يقول ذول يدورون البرك ويشربون منها وتاركين النهر العظيم قال له وما النهر العظيم قال رسول الله والعلم الذي أعطاه الله التفتل الرواية إن الله جمع لمحمد صلى الله عليه وآله سنن النبيين من آدم وهلما جرى إلى محمد قيل له وما تلك السنن قال علم النبيين بأسره مو آدم وعلم آدم الأسماء كلها للنبي واصنع الف الكنوح للنبي بقية الأنبياء من آدم إلى عيسى إشعاكوا عندهم موجود عند النبي وزيادة علم النبيين بأسره وإن رسول الله صير ذلك كله عند أمير المؤمنين الله أكبر هذا العلم المجتمع في صدر رسول الله كله أن طالع لبن نبي طالب هذا اللي أمير يقول حدثني رسول الله أو كلمني رسول الله أو علمني رسول الله ألف باب ألف كلمة ألف حرف ألف معرف إيش من العلم ينفتح لي علمني 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 جيد يقول صير ذلك كله عند أمير المؤمنين عليه السلام فقال له عجيب على الرواية فقال له رجل يبن رسول الله فأمير المؤمنين أعلم عن بعض النبيين هو عجيب واقعا هو قاعد يقول علم النبيين كل عد النبي فالنبي أعلم منهم لأن ما تفرق عندهم اجتمع فيه صلى الله عليه وآله فعنده ما عندهم وزيادة فهو أفضل منهم النبي شال كله عنده أن طال على ابن أبي طالب هذا يقوم له قاعد كان يمن الإمام الباقر عليه السلام يقوم له فقال له أسمن الأفضل علي له الأنبياء فأمير المؤمنين أعلم عن بعض النبيين فقال أبو جعفر الباقر عليه السلام اسمعوا ما يقول ان الله يفتح مسامع من يشاء هذا الحجي مو كل واحد يفهمه بس أهله بس اللي يستحقوه بس المسامعهم المعنوية مفتوحة يفهمون الكلام يفرزنوه يعرفون لوازمة هاي كلمة كلش مهمة يعرفون لوازمة الكلام إن الله يفتح مسامع من يشاء إني حدثته أن الله جمع لمحمد علم النبيين وأنه جمع ذلك كله عند أمير المؤمنين وهو يسألني أهو أعلم عن بعض النبيين هذا شنو أقول له شنو أقول له هذا هسأ أنا شنو جابني النهر العظيم وكذا مثلت الصراط وجدت هاي الرواية حلوة خوش رواية قلت حرمات أحرم أحرم المؤمنين منها في الواقع الصراط له هيمنة على السبل والسبل الإيجابية ترجع في نهاية مطافها إلى الصراط تأخذ منه وترجع إليه مثل ما قلت لكم النهر والسواقي النهر العظيم هو الصراط السواقي السبل ما دام السبل منفتحة على النهر فالماء التاخذة والماء اللي ترجعها ما بي مشكلة أما إذا انقطعت عن الصراط السبل يصير بيها مشكلة يصير بيها مشكلة هذا هم المورد الرابع خلي أقول المورد الخامس الأخير المورد الخامس الاستعمال الإيجابي للصراط بمعنى أن للصراط مدلولا مفهوما وبينا ذا قيمة كبرى بخلاف السبيل فإنه مستعمل في النصوص بما ليس له تلك القيمة الموجودة بالاستعمالات الصراط الموجودة باستعمالات الصراط هذه هنفت نقطة مهمة تحسب للصراط يعني الصراط القرآن الكريم استعمل بأمور أكبر وأعظم وأخطر وأدهى من استعمالات اللي القرآن استعمل بها السبيل وهذا يحسب للصراط في الواقع ولهذا بالنقطة الرابعة قلنا الصراط له هيمن على السبيل مثل شنو القرآن لما يذكر الصراط يتكلم عن التوحيد هو صراط النبوة صراط الإمامة صراط الدين صراط المعات صراط الشرائع صراط كما سأبين إن شاء الله تعالى أما لما يجي للسبيل فمثلا وسلك لكم فيها سبلا الأرض سبل هذا ليس مع الهقيمة الهقيمة لكن لما تخلي قيمتها أمام قيمة الإمامة النبوة يولا ذيك تكون أعظم فاستعمالات القرآن للصراط أعظم من استعمالاته للسبل أو مثلا وأنهارا وسبلا كما يعبر القرآن الكريم هذا وين نبوة لما القرآن يعبر عنها صراط إنك لمن المرسلين على صراط الله يقول للنبي صلى الله عليه وآله إنك لمن المرسلين شنو على صراط النبوة صراط صراط الذين أنعمت عليهم نبوة إمامة حجية كما سأبين إن شاء الله تعالى فاستعمالات القرآن للصراط أعظم من استعمالات القرآن للسبيل وبذلك يتبين كم نقطة خمس نقاط خمس نقاط ينفرد بها الصراط وبذلك يكون السبيل ملحق بالصراط وليس العكس هذه محطات أساسية بيّنتها في محطة ثانية من محطات عرصة الصراط من بعد ما عرفناه انتقلنا إلى محطة ثانية في الصراط بيّناها الفرق بينه وبين السبيل فروقات بينه وبين السبيل وللبحث تتمت بل تتمات إن شاء الله تعالى في عرصة الصراط أدري الليالي الأواخر من شهر رمضان تكون شوية ثقيلة أدري ولكن حلوة هاي الأبحاث حلوة نستفيد حلوة نتعلم حرمات نضيع وقتنا على أمور بعضها ما مو كلش مفيدة يعني العلم كله فائدة أيها الإخوة أيها الأحبة بس إحنا مشكلتنا لأنه هاي المجالس متوفرة وموجودة ومتى نقطع إن شاء الله وشفت السنة لما صار موضوع كورونا وتلكأ مثلا صار أكو تلكأ بإقامة المجالس وكذا ما تركنا مجالس الحسين اللي كنا نقوله على المنابر إن شاء الله إحنا يعني صادقين بي إن شاء الله تعالى فمجالس الحسين ما تترك سواء كانت في الحسينيات إذا ماكو حسينيات نقرأ في مكاتبنا يعني في مكتباتنا أقصد كمكتبة السيدة زينب عليها السلام اللي أنا فيها واللي نحاول أن نجعلها قريبا إن شاء الله تعالى مكتبة عامة بعون الله تعالى وسنعلن عن ذلك إن حدث ذلك بعونه تعالى من بيوتنا ننقيم مجالس الحسين ما تتوقف مجالس الحسين مجالس الحسين مو قضية كما يتصور البعض قضية مرتبطة بالدنيا أبدا مجالس الحسين عقيدة مجالس الحسين تعجبني كلمة لأحد خلني شوية لطف الجولة لأنه نبقى بكلام علمي وكذا ونظري وتنظيري وتشقيقي أحد العلماء يقال أنه الشيخ عبد الكريم الحائري لما قيل له إن الدولة الحاكمة منعت السنة من إقامة المجالس نتحداها ونقيم مجالس مثلا ومواكب وشعائر قال نعم تحدوها الدولة ظالمة طبعا ذيك وضد مجالس الحسين وكذا قالوا من نعم تحدوها قالوا لأخو نلقي أنفسنا بالتهلكة هذا حرام وإقامة المجالس مثلا المستحب قالهم الشيخ الحائري قالهم هذا المستحب حفظ ألف واجب ويحفظ ألف واجب بقى ألف واجب متوقف على هذا المستحب الشكل هذا ما تتوقف إن شاء الله مجالس الحسين إذا ما نقرأ على الحسين بالبر نقرأ على الحسين بالبحر ما نقرأ بالبحر أي مكان أي مكان نوصاً لنقرأ بي على الحسين عليه السلام ونقيم مأتمى الحسين ونحيي ذكر أهل البيت أحيوا أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا الله يرحمنا ويرحمكم ويوفقنا ويوفقكم لخدمة آل الله وأن لا يحرمنا من هذه الخدمة أعترف يعني مثلي مو أهل والله أقولها بكل جد يعني وقناعة مثلي مو أهل أن يخدم الحسين عليه السلام لا والله عنده أهلية خدم الحسين جبرائيل عليه السلام اللي عنده أهلية خدمة الحسين فطرس ميكائيل إسرافيل عزرائيل بقية الملائكة ذوله عندهم وغيرهم وغيرهم من الصالحين والأولياء أما أمثالي يعني من هوان الدنيا على الله أن يعتبر نفسه من خدمة الحسين عليه السلام ولكن هو كرم الله وكرم أهل البيت عليهم السلام يقبلون مثل أمثالي في الواقع الله يرحمنا وإياكم ويغفر ذنوبنا وذنوبكم ويرزقنا شفاعة الحسين بجاه الحسين عند الله ويديمنا ويرزقنا حسن العاقبة وإياكم وبجاه هاي الليالي الأواخر من شهر رمضان ونحن على أبواب ليلة القدر الثالثة الله يوفقنا وإياكم لإحياءها شنو أقرالكم الليلة شتردون أقرالكم الليلة شنو أقرالكم الليلة على رزية الحسين بما تبقى لي من الوقت ما ضل عندي وقت واي دقائق معدودة ومحدودة شنو أقرالكم على السيد الشهداء زينب لما دخلت إلى مجلس يزيد عاد هنا صحت يحسين العمر لا طالت أيام شوكت صاحت العمر لا طالت أيام لما شافت يزيد يضرب راسي بحسين بخيزران أنا عاد هنا صحت يحسين العمر لا طالت أيام يا أخو يا الشام هدحيلي ودعان الليلة ما نام على يزيد الرجل اصطبت ورأسك شان جدام أو يضرب رأسك دبالي وهاجة نار دلالي صحت لا تضرب الوالي عز شلت يمينك ليش تضرب رأس والي أخويا يزيد ومن سمع حشي نغض سب والدي وسبني بهذاك المجلس المشوم قام الرجيس يضربني أنا عمت عيني لذغر للشام عقب حسين دول ابني وعقب الخدر ذاك الفوت لني بمجلس الشمات ويعود أن الفرح هيها وأعاد وتعود إخوتي وبالخيل تتعمر نوادي بعد ايش قالت? قالت يا حسين راسك حين شفت تلعب عصة يزيد على شفت يا بانا ذاك ذاك الوقت وجهي لطمت وصديت لبحرق وندهت شلت مينك الضربت ولما سمعني الرجل سلمت شتمني وتعدت لشتمت شلون? يا با شتمت شتمني وشتم حادر سمعت المريب جاسم جرعت بمحمد واله صل على محمد وآل محمد عجل فرج مولانا يا الله واجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه اقض حوائج ناشف مرضانا يسر أمورنا كفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنغار بمحمد واله الأطهار يا الله اللهم ادفع عنا شر هذا الوباء واحفظ المؤمنين واحرسهم بعينك التي لا تنام إلى أمواتكم أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدمة الحسين نقلولي ولو متأخرا خادم من خدمة الحسين في ذيقار السيد ثائر رحمة الله عليه قلولي توفاه الله بهالأيام هذه وعلمت بوفاته متأخرا وهو خادم من خدمة الحسين المخلصين الذين أعرفهم رحمك الله يا سيد ثائر تألمت عليك كثيرا بل بكيت على ثراقك رحمة الله عليك وعلى كل خدمة الحسين الماضين إلى روح سيد ثائر وأموات شيعة أمير المؤمنين لا سيما خدمة الحسين رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة مع الصلوات